السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اخوكم بها. هنبدأ دلوقتي بقى مع موضوع اللوت كنتراكت. احنا بقى معنا الاكاونت. عايزين بقى نجيب الكنتراكت بتاعنا. ولازم ناخد بالنا من النقطة. ان احنا عايزين نوصل اول حاجة. عايزين نوصل الابي ايز بتاعتنا اللي احنا حطناها في البوبليك. اي بي ايز. عايزين نوصل اللي هو الانفتي ماركت والانفتي ده. ده وده. تمام? فاحنا هيبقى عندنا تو كنتراكت في الحالة دي مش كنتراكت واحد. فخلونا بقى نبدأ نشتغل. ونبدأ نشتغل فيها يعني نشوف هذا. ماشي? احنا هنا تمام. هنعمل هنا. آآ لود. كونتراكتس فانكشن. وطبعا اكيد انا ممكن نعمل ايوجي بتو حطي في الاتنين بس عشان ايه? الحاجات تبقى برضو ايه مزبوطة. او يعني عشان ما يبقاش في زحمة. فخلونا نعملها واحدة واحدة. واحنا في آخر اصلا. هن شاء الله يعني. المشروع كله. اللي هيبقى في اكواد متقررة. فهنحاول نعمل مسلا يعني ملف واحد في الحاجات المتقررة ونبدأ نبص فيها الوبجيكتات وخلافة. المهم. فحنا نعمل كونست. هيبقى اول واحد مثلا ده. او الانفتي. كونتراكت. ماشي. وعندك هنا. ست. انفتي. كونتراكت. وده هيساوي. يليوز. ستيت. تمام اهوت. وفي الاول هنخلي بنضع مسلا. وكنترول سي. نغير بس الايه الاسم بتاعه الماركت. ماركت. وخلي ده ماركت. ماركت. ممكن تبقى ماركت بلايس عالية. تمام. فانا هنا هاجي برضو هعمل ايه بقى? هعمله لما يوز افكت. او عشان هيبقى فيها حاجات لازم تكون موجودة. ماشي. يوز افكت. ونديله الفونكشن اللي انت بتكتي فيها كل حاجة. ونقول له اشتغل. خليها كده دلوقتي وغيرها كده ماشي. فهنا هامل كونست. هيبقى اسمها mild. contracts. الاثنين. وده هيساويوا erase عنك واحدة واحدة. اوّل حاجه خيدنا نشغاله صح علشان ما ننساش. ماشي جاء ده فيها شوية حاجات حلوة ماشي تماما اول حاجة احنا عزين نعملي عزين نوصل للمكان بتاع الكنتراكت صح؟ فكل واحد منهم انا هقوله ايه اول حاجة هنعمل هنوصل للمكان contract contract ماشي ده هيساو وفيتش راح هيجيبه منين بقى فيتش مفووظ بقدله له الرأي اللي بتاعه اللي هو فين اللي هو slash slash لازم نجيب الاسم زي ما هو ده النفتي اعتقد هو اسمه nftcapital.json ماشي فخالنا هتأكد ان هو نفس الاسم وبنمرة هجيب ايه nft.json تماما وده برضو انا هحتاجه هجيبه الرينام عشان ايه مقبضش فيه وهنقوله عندك برضو conest market contract file وده هيساوي نفس الموضوع وفيتش ونقوله ايه هيساوي نقوله نقوله slash abis slash slash dot json اللي نسخها نقفل ده عشان ما يدعقش علينا واحنا شغالين تمام نحط semicolon عشان ايه باحترمها يعني market contract file ده احنا كده ايه جيبنا الفايل عايزين بقى طبعا احنا عشان نتعامل مع الموضوع ده لازم نحاوله json تمام عشان نقدر نقرأ منه بقى الحاجة dot ebi dot contract name dot dot فلازم نحاوله json ماشي فهنعمل ايه بقى المفروض هنعمل بصو انا ماشي معاكم واحدة واحدة في كل حاجة فانا ايه هناخد convert هناخد 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 ماشي هون convert هم فوق ماشي nft control c to json وده طبعا وده طبعا هنقول له متغير طب انت عما هتعمل ايه بقى هو هيقول لي انا هاخد الان اف تي contract فايل اللي انا جبته ده ويحوله للجيس كده تمام كده انا نتفقد حول الدجش عشان نعرف نتعمل معا واخوه بالزبط اهوت بس هتبقى الماركت control c اهو نقول له دي كده وهنا contract فايل اللي هي نشيل دي كده كلها ونخلي دي من هنا m كبيرة عشان بس n ماشي كده احنا حاولناهم لجيس طيب بعد اما حاولتهم لجيس طيب تعالوا تأكد كده ان هو شغال يعني تعالوا تأكد ان هو شغال لو انا قلت له وقلت له مثلا عايز اجيب كده كده اللي يبقى اي منهم اصلي هقول له روح للconvert اي واحدة منهم convert ده مثلا وضغط ABI طيب خلونا برضو ده مش ABI ده اللي هو انا جبت كده market market ABI خلونا كده ctrl c ctrl v وده هنخلي nft nft ABI وهقول له convert convert nft واما كده مفروب كده ماشي واقول له console.log console.log واقول له biomarket c p كده وممكن نفصل ممكن نفصل منهم كده عشان نعرف الكونسول دوت لوج معلنا طبعاً في النوع مش يشتغل وندي له ده كده في قد دلوقتي نوعاً ما ما يشتغلش ماشي لو عملنا كده لان ايه كله هيجو مع بعضه ومش هيلاقي لا سوري ده هيو اصلاً هيجو بلوكات صح مش معتمل على حاجة بره مش معتمل على الويب سيري ولا احد في ايه خلية ده في تمانية ده اللي هو الاولاني ماشي ده اللي هو الاولاني اللي هو ايه الماركت ايبا اي وهنا عندك تمنتاشر في النفتي لان طبعاً معتبداً لحاجات كتيرة وليلة تمام فاحنا كده عرفنا ما احنا نوصل لده مضبط خلونا نشيل ده بقى كده ماشي طيب احنا عايزين نوصل ليه بقى خلونا بس كده يعني نحط برضه كومنتات هنا اول حاجة اه باس او باسيز اوف جيسون فايلز بعد كده كونفيرت 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 ماشي نركز بقى في نقطة معينة دلوقتي انا عايز اوصل انا عايز اوصل لايه لان هبدأ اشتغل عليها انا عايز اجيب النتورك اي دي اللي انا شغال بيها طيب النتورك اي دي ده انهي بقى المفروض النتورك اي دي اللي هي ده النتورك اي دي بتاعه ده لازم نتاكد انه موجود وموجود صح عشان هو اللي بيدينا الاوبجيكت تاه عشان ده اللي هلليقى دلوقتي مشكلة هتقابلنا لما نجمع نباير مثلا المفروض اللي بتاعنا مرفوعه على جنياش وانا على الفكرة شغال من ساعدت على روبوستون ماشي فالمفروض روبوستون هنا يطلع لي بقى ايه افتح يا عم روبوستون مفروض انا شغال على نتورك مختلفة تماما اللي عادي انا رفع عليها البتاع فالمفروض ما يجيبش اي حاجة وقول لي error حول يا عم على الناتورك الصحيح فالمهم هنتعلم دلوقتي بس طبعا حاجة في الويب سري بتجيب لك الجيت اي دي اللي انت داخل بيها من الويب سري عشان بعد كده تحقنها للنتوركس ولو هي موجودة وفيه object تبدأ بقى تكمل الحاجات بتاعتك لو مش موجودة تقول له اخد بلك انت مش عناك الورك الاصلية واشتغل وده اللي احنا هنعمله مع بعض ماشي دلوقتي فانا دلوقتي هقول لي كونست ماشي دلوقتي انا هنا هون هقول له نقفل ده هنا المفروض ده اللي هقول له ان انا عايز دلوقتي اجيب النتورك ايدي وده هساوي من ان بقى من الويب سري عبق اي اللي انا هعملها ويب سري دوت ويب سري ماشي studio ويب سري ودوت نت طبعا الحاجات دي موجودة في الويب سري تشوفها studio.neto get id تمام تمام خلاننا كده روح поддержة console.log لها console.log هنا بقى اعتقد اوه ال error بقى يجي هنا لو واسبنا الحاجات زي ما هيك لان ايه لان كله يشتغل مع بعض فاحنا لازم نقول له اشتغل استامل لو راحنا هنا وقلنا له inspect console ده بروميس تمام تمام اوه مفروط هنا wait انتظر wait ماشي جاب لتلاتة او جاب لتلاتة لو روحت هنا غيرت بصوا بقى لو مفروط هنا غيرت لو روحت هنا غيرت تسعة المين ما حصلش ال refresh هو ده اللي نقول لكم عليه بقى فدلوقت المفروط برضو لما ال network ده يتغير ن refresh عشان نغير لنا الحاجة جديدة فهنا هروح نضيفها بالمرة هنا نعمل واحد زي دي كده ctrl c ctrl v كل اللي هيتغير بس حاجة اسمها ال network changed لو روحنا هنا اسمها اول chain changed هاي chain changed كده ctrl v نروح هنا بقى لو روحنا هنا مثلا حاليا غيرنا اللي جبنا البوليجون ماشي اهو بيريفرش ماشي لسه بيريفرش بيوصل لنا للحاجة نرجع كده طبعا هو اكيد مش عارف البوليجون دي اللي ورق اللي بتاعه كان هو ايوة بالزبط كده هو اصلا لسه ملاحقش يشوف web3.is.net ماشي فانا المفروض بقى المفروض انا بستكد is.net اتكد بس اننا كتابة صح فين web3.is.net.getid مكتوبة صح تمام ماشي فانا المفروض هنا ما شغلهاش الا ما يكون فيه اصلا صح كده لما يكون فيه اصلا web3 تمام فالمفروض هنا هعمل نفس الحركة لانه يكون في web3 bi.web3.cupped.net تمام وهنا برضه اقول له كلما يتغير شغل الدلة دي ctrl-c اهو ماشي اهو قبل 137 تمام لو روح لغيرنا يجبه حاجة ده بتاع تلك بتاع بوليجون يعني لو انت عارفها لو روحنا مسلا للكوفين اهو اتغير وهيشتغل ما قد يجيبليش error test ماشي بس ادري شوية على ما يجيب ده تقالك 2.40 تمام فمفوض دلوقتي انا معايا النتوركا ايدي لان النتوركا ايدي ده اللي انا بقى ايه هتأكد منه ان انا اصلا ان الكنتراكت ده مرفوع على النتوركا ايدي اللي انت راخل بها وهو ده طبعا ده حاجة يونيك ما بتتكررش هنوقف هنا ونكمل المرة الجاية لان الكنتراكت ده تقريبا انت بتجيب منه بقى كل حاج اتصالونا المحاضرة الجاية السلام عليكم